أعلن ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم راح ضحيته 21 شخصا بالإضافة إلى عشرات الجرحة في قضاء المنسيب جنوب العاصمة بغداد وقال مصدر أمني عرقي أن الهجوم نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند مدخل سوق شعبية في بلدة المنسيب بعد أن طردته قوات الأمن وجاء هجوم نسيب بعد ساعات من تفجير انتحاري مماثل عند مدخل محطة الحافلات الرئيسية وسط كربلاء ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح معنا من بغداد مراسلنا طارق مهر طارق ضعنا في تفاصيل هذه التفجيرات خاصة تفجير قضاء المنسيب في بابل وماذا أسفر حتى الآن سرد تفجيران تم تنفيذهما اليوم بفاصل زمني لم يتجاوز خمس ساعات فقط الأول نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة حاول الدخول من البوابة الخلفية للمرآب الرئيس وسط محافظة كربلاء وهذا المرآب يوصف بأنه مزدحم في أغلب الأحيان حاول الدخول إلى المرآب لكن اعترضه عنصران من الشرطة وبالتالي اضطر لتفجير نفسه عند هذه البوابة ليوقع أربعة جرحة حالتهم ما تزال حرجة وفقا لمصادر طبية في مستشفى المدينة أما التفجير الآخر فقد حدث على مسافة لا تزيد بمئة كيلومتر نحو الشمال وتحديدا في بلدة المسيب حينما فجرت انتحارية ترتدي حزاما ناسفا نفسها عند أو في وسط السوق الرئيس في المدينة وهذا السوق كان في ساعة الذروة عند منتصف النهار وبالتالي الحصيلة بلغت لحد الآن وفقا لمصادر طبية في محافظة كربلاء خمسة وعشرين قتيلا بالإضافة إلى أكثر من ثلاثين جريحا وهذه الحصيلة ما تزال أولية نظرا لأن حالة الكثيرين من الجرحة ما تزال حرجة بالإضافة إلى هذين التفجيرين سرمد هناك تفجير بعبو ناسفة استهدف دورية للجيش العراقي في بلدة الطارمية شمالي بغداد أوقع قتيلا وأربعة جرحة من الجنود الذين كانوا يقومون بدورية اعتيادية شمالي بغداد وبالتالي ما تزال أو ما يزال الملف الأمني يشهد طارق في خضام هذه التفجيرات ألم يصدر أي رد فعل رسمي يوضح ماذا حصل بالضبط سرمد هناك مشكلة في الملف الأمني تتلخص بتقاطع الصلاحيات هناك خمسة جهات أمنية هي قيادات العمليات وهناك وزارتاء الداخلية والدفاع بالإضافة إلى وزارة الأمن الوطني وهناك جهاز الاستخبارات بالإضافة إلى جهاز المخابرات الوطني هذه أجهات بمجملها تتقاطع في صلاحيات بعضها مع البعض الآخر وبالتالي يلقي كل طرف بالمسؤولية على الطرف الآخر ناهيك عن أن وزارة الداخلية غالبا ما تشكو على لسان كبار قادتها من أنها بلا صلاحيات نظرا لأن قيادة العمليات المشتركة في المحافظات الرئيسة هي من تتولى مسؤولية الأمن وهي من تخضع لها كل القوات سواء في وزارتي الداخلية أو الدفاع أو حتى الأمن الوطني وبالتالي اعتدنا هنا في العاصمة العراقية بغداد أن يلقي نواب البرلمان بالتهم على الحكومة العراقية ثم يعود رئيس الوزراء ليصدر قرارا أو بيانا أو قرارا تنفيذيا بتشكيل لجان للتحقيق في مواضيع ما تزال هذه اللجان معلقة منذ عشرة سنوات ولحد الآن دون التواصل إلى نتائج أو تحديد من يقف وراء هذه التفجيرات من المسؤولين المكلفين بالأمن وتحديدا في الميدان إليك سرمت من بغداد مراسلنا طارق مهر شكرا جزيلا لك